سلام عليكم لبنات سلام حبيباتي وشراكم شرا تكونوا كامل بألف خير يقول لكم صحة سيامكم صحة رمضانكم مرحبا بكم معايا في هادلا فيديو جديدة راح نشوفوا اقتراح اليوم الخامس من شهر رمضان الكريم هاكدا اللي رايح يحصله وش طيب ان شاء الله رايح هتدي افكار من عندي راح نشوفوا مع بعض المومن لحاها هدي ليشتوها معايا اللي عبارة على ديك خب صالي غاتيني في الفرن حنشوفوا مع بعض طريقة التحضير نبدو بسم الله منسوش نصلوا ونسلموا مع بعض على الحبيب المصطفى تاني اذا هنا في الويعة ديالي حطيت حبابيض حطيت عليها نص ريتلا تحليب حطيت عليها رشة تاع السكر نديرو لها مغرفة صغيرة تاع الملح يعني نكتروا شوية ملح لانو ما هيكونوا ملحين حطيت عليهم كاس تاع فارينة نزيد نص كاس واحد اخر ونخلط هاكدا بالفوي اليدوي حتى تندمج كامل المكونات ونبعد هنا في الاخر نزيد زوج مغارف كبار تاع الزيت اهنا دوكاي لا كنتوا حابين تعطروها عطروها كي ما تحبوا شوفوا انا درت معد نوس موجفف انتو ما تقدروا اي اعشاب تحبوها درتهم انا شوية حرين درت لهم شوية عكري حر ودرت رشة تعتهم بودرة خلطهم كامل ملح هنا في الاخر حسيت بلي ما زال كين حبيبات تاع الفارينة في الخالط هادا ما لا حكمت له بغا ميكسور ديالي ودربت ملح هاداك الخالط هاكدا يعني حتى تخلصت كامل من هادوك الحبيبات تاع الفارينة هاد المملحة خياتي من الاحسن يعني نسبقه في العاجينة هي اللولة وندخلوها للتلاجة ترتاح يعني انا هادا وجدرت ومبعدها وجدت لها لفخ صحة لك راحين تشوفوها معايا ان شاء الله فيما بعد خياتي هاداك الوقت هنايا كانوا عندي شوية معنات اه حبيت نقصهم من نحيهم اه دايما انك تعرفوا اللي الماعن في رمضان ما يخلاصوش احنا رانا نطيبوه مره ميزيدو كيب يقولو راه ميزيدو يولدو نوك هاكدا انا هدا هو يعني شغل الروتين تاعي في شهر رمضان الكريم اه يعني ما نخليش الماعن يتليمو لي هاكدا في اللي فيديالي غير برك يعني نشوفهم بدو يتلمو شمية تمتم نقص لهم انشللهم ولا كان استعملت اللافيسل نرميهم داخل اللافيسل يعني كل مره كيفاش ميجيني غالما لما عندك شغل نعاود نحتاجهم دونك ما نسناش حتى باش نديرهم في اللافيسل حتى اللي عشية باش يعني نشغلها دونك بزاف طعم ما عند نحتاجهم نخسلهم هاكدا كسيوغ بلاس لاني امبات كي ما قلت لكم راني رايح نعاود نستعملهم لانو بزاف اخاواتي قولي ساميرا عندك لافيسل علش تغسلي باليد هادي هي خياتي كي ما شتوني استعملت بخيوغ هادا سائل تعال اواني اللي الجد مركز يعني هاد القرعة الصغيرة تشدلكم مدة طويلة وثاني شوية قطارات من استيك تاني هاكدا يعني باش نخلي ورح تنقى في الكوزينا وفي اللي فيديالنا ودوك اخياتي رايح نشارك معاكم عباءات تاع العيد هاكدا باش تروحي ضيفها تروحي تتغافري في العيد في احلى حلة بعباءة يعني موديل يشبه بزاف العباءات الاماراتية راهو من عند لاباج انستغرام روما هادو ما ليكرياسيون توحهم دونك هاد العباءة حبيبتي اذا كان كسبتيها ما كاش حتى وحد اخرى راح تلبسها راح تكون سبيسيال ماليك يعني راح يكون هاد الموديل هادو ما ليح نشاركهم معاكم ليوم خياتي سيدي موديل اونيك يعني ما كاش منهم بزاف وفالا مام هما يعني كيتخلاص لهم هاد الموديل هادا ما شح يزيدو يعاودوه دونك دايمن عندهم جديد في لاباج تاحهم لي راح يجوز هنا امامكم خياتي ولينا رايح تاني نخلي لكم لليانت على لاباج انستغرام ديالهم في صندوق الوصف اكوشتو معايا الموديل لولاني خياتي بزاف شباب قماش هم اهايل اه كشغل خفيف ولكن مشي هادا كي ما يقولولي خفيف بزاف هو كشغل ما هدو والفالا هادية الكلمة وفي نفس الوقت كشغل ما يبينش يعني مام ما تلبسي حاجة هاكدا شوية خفيفة على الداخل ما وش رايح يبينك بزاف الخياطة ما شاء الله خياتي لا في نيسون كاملا كنتشوفو هنا كي ما اقول لكم انا دايمن نحب نور لكم الحاجة يعني كيفاش تكون مخيطة على الداخل لانو انا هاد شي اهمني ومدابية تاني دايمن بارتاجي معاكم الحاجة اللي مليحة ظالا هنا انا احطيتها في المنكان خياتي باش تشوفوها كيفاش تجي هاي لك دونك راهي فيها كشغل قماش علازوج جيها جي اوني والجيها التانية جي باج هاكدا افلغ بالباج هاكدا والمعون كي ما كتشوفو هادوك الوريدات اللي عندهم ايفيت على دنتال اللي ماش كي ما كتشوفو معايا خياتي جي وشوف سوغي عراض كي ما كتشوفو معايا يعني تتلبسيها آلاز مرتاحة فيها وخاصة القماش تحا خياتي ليعجبني بزاف بزاف هانا لو دو شوفو خياتي تاني كيفاش تجي المهم بزاف شابات جي معاها الخي مرتاحة ويجي معاها تاني لحزام ديالها إلا كنتوا حابين تربطوها كي ما قلت لكم هادلي مودا الخياتي ما تلقاوهمش لا في المحلات ما تلقاوهمش في حتى ما كان غير عند لاباج روما لأنهم سي ديكرياسيون تاوهم هوما بنفسهم والا إذا كنتي تحبي تربطيها هاكدا بهات الشكل تحبي تربطيها تدري لنو وللعقدة هاديك اللور هانا لكم الاختيار يعني خليت لك هنا يا صورة حبيبتي تشوفيها يعني بغتي سيختو بزاف شابة ما شاء الله يعني هكا تعضيافة تعيد هاكدا تغافري بيها وعندها الخي مرتاحة اللي عندو هنا في الكوتي هادلي زيار هادي جيب نفس القمش اللي كان في العباءة في الكوتي لاباج انستاغرام روما خياتي يعني تفصلها لكم على حساب الطول ديالكم لأنهم هما يجوك شغل شو يعرض دونك الباسين جاي نشوف سوري وبالنسبة للطول يعني كل واحدة رايحة تدي الطول ديالها تمدوا لهم الطول ديالكم وهما يعني راح يديروها لكم على حساب الطول ديالكم عندهم تقريبا من 1.55 حتى 1.85 خياتي شوفوا دوكا مع بعض الموديل الثاني تعال العباءة هادي كما قلت لكم الموديل مستوحى من العباءات الإماراتية هاي لك هنا تاني يجو سامبل عندهم تريد قات هاكدا في الوسط ما يبانوش هادي خياتي عندها لادانتال في اليدين والتحت كامل شوفوا هاديك لادانتال بزاف شابة رايحة في الضوغي كما كتوفوا معايا تجي في ليمانش تاني ليمانش تاوحهم الله يبارك تاني عراض موديل شوف سوري وبالنسبة لقمش ديالهم خياتي قمش بزاف شباب ما شاء الله موريحين في اللبسة ديالهم يعني كرايحة تكوني آلاس وتاني هادي احنا خليها لكم بوغتي خياتي هنا في الصورة تشوفوها ما شاء الله بوغتي تاني بزاف شابة كي تتلبس حتى هادي خياتي بالنسبة لطول تحها راهم متوفر يعني تكمون دي على حسب الطول ديالك حتى هي بزاف شابة سامبل هاديك لادانتال لي في الكوتي اعطت لها اناقا بزاف هايلا تاني بالنسبة للخيمار حتى هي عندها الخيمار ديالها وعجبوني الخيمارات اللي داروهم كشو الخيمارات ما هم شادوك الشفافين كيما يجو في العباءات لا لا كماشهم تاني تقيل الله يبارك ما شاء الله كيما هادي كتشوفو معايا تاني حتى هي عندها لادانتال هاكدا افل كوتي هادا والخيمار تحهم يعني ما شاء الله كيما قلت لكم كبير يعني كيديره ركحة ديره آلاس ويغطي لك شعرك وراسك آلاس حتى هادي كيما قلتكم خياتي هاكدا بتريد قتلي اراهم مخفيين ما يبانوش هاني نخلي لكم هنا خياتي رقم الهاتف تاع لاباش انستاغرام روما هاوليك هنا امامكم امام لاباش فيسبوك ديالهم وحتى رقم الهاتف راويجوز هنا امامكم بنسبة للسعر خياتي راه بخوموسيون راهم بعد ما كانوا يديروا 800 الف ليكم انتوما لزابوني تاع ساميرا ديزاد راهم 680 الف خياتي دونك قولو لهم برك جينا من عند ساميرا ديزاد وهو ما راهم رايحين يتعلوا فيكم ويخلوها لكم ب680 عباءات ما تندموش عليهم حبيبات قلبي قماشهم بزاف شباب وحاجة كما قلت لك هات لبسيها غير انتي ما كشحتة واحد اخرى راح تلبسها ودوك نروحو ونشوفو مع بعض الوصفات لي خيرتهم لكم خياتي لنهار اليومه هانا كما كتوفو عندي نص صدر الداجاج وعندي شوية تعل الحم تعل البقري اه نرحي صدر الداجاج انا فضلت نرحي في هاد الالة تعل فرم اللحم هادي لي ترحي الحم هاكدا باش نرحي كل الشعله دربه دونك انا راني نرحي في هادك صدر الداجاج لي قطعته مربعات وفي نفس الوقت راني عندي هنايا حبة بصل متوسطة في الحجم مره 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 نرمي قطعة من هادك البصل ونزيد التالي نرمي معاهم شوية تعماء الدنوس هاكدا باش يترحي كل الشعله دربه وكين حبو نرحي هاكدا الجاج والحم تاني في نفس الوقت من الاحسن خياتين سبقو في الجاج هاكدا باش يعني مايتلوناش ماياخدش العكولو قطع اللحم سيختكو هاد الحم والجاج هادو مرحيين راني رايحة ندير بهم واحد الرولي يجي ما شاء الله لم الشكل ديالو ولم الذوق ديالو بنفس الطريقة رحيت هاداك اللحم تاع البقري كما كتشوفو معايا تحبو ديلو معا شوية عشي حم تاني راح يجيكم هايل ما تكترووش برك اللي انو رانا محتاجين الرولي تعنا يكون الشكل ديالو شباب حتى هاداك اللحم تاني كنت نرمي معاه لبصل قول ما عدنوس ظالا اهنا يا هاملي كراهم مواجدين بعد ما رحيتهم ندير لهم خياتي زوج مغارف كبار تعلا شابلوغ بالنسبة للحم ما كترتلوش بزاف التوابل درتلو ملح ودرتلو فلفل لكحل وبالنسبة للجاج يعني دوزنتو الجاج يحب التوابل درتلو شوية عراس الحانوت ولا نديرو توابل خاصة بالداجاج درتلو شوية تعالقصبر مرحي شوية تعزنجابيل شوية تعكوركم نديرو معاهم شوية تعزيت تقريبا مغير فا مغير فا ولا زوج مغارف تعزيت في كل جيهة وهادي هي بعد حكمت حبا بيت خلطها ملح ملح خياتي ودرت شوية وين كاين الجاج هاداك المرحي وشوية وين كاين الحم المرحي نخلطوهم هاكدا ملح ملحتين دمجو كل المكونات معا بعض اهنا ينجيبو بابي فين نرشوه بشوية تعالما هنا من الاحسن استعملو الماء رح يعاوننا بزاف باش نمشيو هاداك الحم المرحي دياننا ومبعد نحطو الجاج من الفوق نشمخو دايما يدنا بشوية تعالما ونمشيو هاكدا على شكل مربع هنا تاني جبت هاد هادو ما ليجو في البوراك هادو ما للبلاستيك هادايا حتى هو شمخو بشوية تعمة ومبعد بلاطيت فيه كامل هاداك الحم المرحي كيما اشتو معايا نديروهم تقريبا نفس السمك خياتي بشرولي تعنا يجينا شباب ومبعدا نقلبو الحم المرحي اعلى هاداك الجاج هنا تحبو ديرو الفورماج خياتي تحشيوه بالجبن يعني جبن مربعات تعلي صندويج هاداك ولا جبن ابيض ولا شوية جبن مبشور لكم الاختيار انا ما حبيش نكتر الاجبان يعني كما يقولو نحاولو ناكلو اكل متوازن مثلا هادك المملحة اللي حنديرها رح تكون فيها كمية تاع اجبن دونك نخلو الطابق الرئيسي دينا ما يكونش فيها بزاف الفورماج هاكدا يكو تعرفو يعني الاجبان بزاف ما همش ملح للصحة نرولي واهم ملح ملح انا راني دوبليتلو تقدو تديرو تاني ثقوب هنايا في هاداك الوغولي دينا ولا هاداك الوبوضة اهنا يا زتروليتو داخل بابي اليمنيوم نزيرو عليهم ملح ملح هاكدا في الجوانب باش يبقى محافظ على هاد الشكل ديالو ومبعدا خياتي هنا لكم الاختيار تحبو تفوروه لمدة ربعين الى خمسة وربعين دقيقة تحبو تاني تدخلوه للفرن انا فضلت يعني نفوره المفرمة تاع اللحم ولا الاشواغ تاع اللحم اللي استعملتو اليوم هاوليك هنا امامكم خياتي لامارك بوستون اه اكو تشوفو معايا لزاكسي سواق ديالو دانك هادا خياتي يرحي لنا اللحم الجاج كي ما شتو يرحي لك تمر باش ديري الغرس في الدار يعني حديريه بيدك رح يكون نقي كنتو شتو معايا الطريقة من قبل كنت شاركتهم واحد الاشواغ تاني وشتو كيفاش نرحيو التمر ويجي الطريفة تاني تقدروا تديرو به الكبه تاني بخاتي كبل بزاف وكنتو شتوها معايا الطريقة شاركتكم بالتفصيل كيفاش نديرو الكبه في هاد النوع تاع الاشواغ يعني تسهل ولا غير من اروع ما يكن ونديرو به تاني حتى المرقز شوفو هادك لترحينا تاني سواء الى درنا البرغول ولا رحينا اي حاجة مشي برك اللوحم راي فيها ثلاثة تاع الدوائر هادوما اللي راهم الاينوكس الغير قابل للصادق كاين هادك الرقيقة يعني لحبينا نرحيو حاجة في الرقيق كاين في المتوسط وكاين تاني في الخشن يتركب هادا خياتي بهاد الطريقة ونبات كاين هادا كلوبوتون شوفوك نحبو النحيوه نعب زغل هاداك القفلا في الكوتي هاكدا وراح يتنحها معانا راهم كامل خياتي نوعية جيدة تاع اينوكس ميت صدو شو كامل وعدنا هاد العامود اللي نطبعو به لحمل داخل الاشواغ ديانا هادي هي اللي تخدم الكباخياتي وهادي تاع المرقز هاد الالة تاع الفرم اللحم والالاشواغ تاع الحمل وفرطهن لاباج المتألقة فتا في الديزاد اللي دايما نجيبنا احسن الاسعار بالنسبة للسعر دار مليون ومئة وتمانين الف يعني واحد السعر ما تلقاه فيه حتى ما كان والتوصيل راح متوفر لكامل ولايات الوطن وان ما كنتي راح يجيبوه لك حتى باب المنزل يعني حتى ترحي الحم ديالك كما يقولو كما يرحي البوشي مام اذا كان فيه الجلدة ولا شوية شحم ولاه يرحي يرحي لك كلش يعني مش كما الاشواغ الاشواغ اذا كان فيه جلدة ولا ما يرحيها لكش فالا خياتي دوك هنا كنت دوزن تشربة كما اشتو راهي طابت راني طفيت عليها درت لها دكراسة على الحار متلا شوية حشي شونا عنا عمل فوق اليوم درتها تاع الفريق ودوكا راحو ندوزنو مع بعض لصوص تعرولي اديانا لح تكون عبارة كشغول على طاجين الزيتم اهنا فلا كوكوت ديالي درت شوية زيت اه نديرو شوية سمن حياطينا بنا بزاف هايلا درت بصل مرحي شوية معدنو سمق التعرقيق ودرت مرسو صغير برك تعالجاج انتو ما تقدروا عظمة مثالا وإلا كان عندكم صدرت تعالجاج دي زوسيتو انتو ما في الدرم حطو غير هذيك العظمة برك للبنا خياتي ودرت تاني سنينة تعدتم بعد ما تقلو مليح مليح مع بعض ارميت عليهم ثلاثة حبات تاع زرودية وانتو ما ديرو على حساب افراد العائلة ديالكم ولا على حساب الضيوف ديالكم كي ما ممكن تستغنو على زرودية ولكن انا دائما نفضل ندخلو الخضر يعني في الواجبات اديانا باش منحسو شو حنا نناكلو برك غير في اللحم يعني الخضر تبقى يعني ما كاش ما احسن منها الخضر تقدرو تزيدو تاني حتى لشومبينيو غلقت على الكوكوت مينوت ديالي بعد ما مرقتها بالمسخون منكتروش بزاف خياتي لانو ما عندناش حاجة كبيرة راح تاخد طياب ولا تطول في طيابها شوية برك باش لاسوس جينا بنينا وجي خاطرة اهنا يا هادا كلوقت ارجعت باش نديرو معا بعض لافاخ ساعها دوك المملحات في مقلاح حطي تحبها بصل متوسطى في الحجم حطيت عليها شوية جاج مرحي وانتو ما ديرو واش تحبو ممكن حتى تديروهم بطن تاني حطيت عليهم خياتي حبة تعفلفل اللحلو الحمر ولا عندكم الخضر كي ما درت انا يا عندكم الوان ديرو الوان وسكرفش تاني حبة زرودية فرقيق مع حبة قرعة كي ما قلت لكم نحاولو دائما ندخلو الخضر في الواجبات دينا خاصا في هاد شهر رمضان الكاريم باش يعني الماكلة تجي خفيفة والخضر يعني تساعد حتى في الهضم قلتهم خياتي مليح مليح معا بعض درت لهم شوية توم بودرة تحبو تديرو معد نوس اعشاب عطريات تاني لكم الاختيار بعد ما يتقلو كامل شوفو ينشفو كامل من السوائل اللي فيهم ارميت لهم شوية تا جبن ابيض خلطهم مليح تاداب كامل تحبو تزدو معاهم شوية جبن مبشور تاني انا فضلت نديرو كي نكون انا رايحة نشكلهم خليت هذي كلافاق استبرد ورحت دوكا جبت من الفريجيدر هاداك الخالد تا المملحة تعنا اللي هما لي كريب صالي اللي حضرناهم دوكا ناخدو كريب ياغ نسخنوها فوق النار اذا كان كريب ياغ تاعكم من النوع اللي تلسق ادهنوها بشوية زبدة خلوها تسخن مليح ومبعدها ديرو الكمية اللازمة قيس الكريب ياغ ديالكم هنا بعد ما ياخدو تحميره نقلبوها على الجهة التانية باش طيب هكدا بهاد الشكل هادا عاكوشتو خياتي هنا بالنسبة للقاوام اعطيتلكم مقادير مضبوطة ودرنها بطريقة اقتصادية فيها حبا بيت برك وصفات تعهدليك خاب راهي مطلوبة بكترة في شهر رمضان الكريم هكدا باش يعني نبدلو شيء من البوراك والقلية نتاع البوراك وكامل وستقوني راح يجوكم بزافة بنان نكمل طيبتهم نخليهم يبردوا دائما نحب المملاحات نخليهم مملخرين باش يبقاونا سخونين دائما نحاولو ننضمو روحنا في الكوزينة باش كل حاجة طيب في وقتها وطيب سخونة تاني لانو دفا ندخلو الكوزينة بكري وقدما ندخلو بكري يبقاونا حاجة اللي هما لازم نقدموهم سخونين نحن نخلوهم اخر دقيقة دقاء خياتي هاداك لو غولي راهو طابكي مشتو معايا راح كمروحو نحيتلو هاداك بابي آليمينيوم نحيتلو بابي فيل ومبعدا خديت حبة بيض خلط هاملي حملح دهنتو كامل بهادك البيض ومبعدا جوبستو هاكدا فلا شابلو ومبعدا نقليوه ولا نحمروه فليكوتي كامل على الجوانب راح يجي واحد الرولي من اروع ما يكون خياتي هنا نشاركو مبارك خياتي لاصوس لاني حنرافقها معاها درولي شوفوا كيف اشجت هايلك بعد ما طاب هاداك المرسوة على الجاج وطابة الزرودية فتحتها على كوكوت مينوت رميت هاداك الزيتون اللي انا نخليه فيلما عدة مرات حتى نقصو الملوحة ديالو ورميته اليوم في الاخر باش يبقاك شغل محافظ على اللون ديالو ومحافظ على اللي بنا اديالو ومبعدا تاني استرميت شوية على كخامف خاش باش تجي المريقه بيضه وتجي خاتره تاني اه فالا دون كملت حمرت هاداك اللي اغولي هنا يادو كاخر حاجة ما بقى لي برك نعمر هادلي كخب هنا تحبو تعمروه مع الجيها هاديك اللي تجي من نقطة ولا على الجيها الاخرى كيما تحبو دونك نحطو كمية على فخص لي لازم تكون باردة نزيدو شوية على الجبن المبشور هاد لا فخص خياتي بزافة بنينا ويعني تصلح للعديد من الفطائر هنا خياتي شتو هاداك البيض اللي دهنت بيهلو وغولي كنبقى لي هاوليك هنا زيتلو شوية على كخامف خاش زيتلو شوية على الكري شوية على فلفل لكحل ورشة صغيرة تع الملح وخلطهم مليح مليح بعد حطيت من الفوق شوية تع جبن المبشور ورشة تع اعشابة عطرية ولا تع المعدنوس المجفف لي كنت شاركتو معاكم كنت شريتو من عند باب الدكة انا هنا ما حبيتش ندير سوس بي شامل او كامل انتم قدرتها ديرها هي سهلة ما تحتاج لطياب لا فرن وانتم ما تحبو ديروهم صلصة بي شامل ولا كريمة الجبن اللي كنا حضرناها معا بعض في الفيديوهات السابقة لكم الاختيار فالا خياتي هامليك هنا ندخلوهم للفرن نحسبو لهم حوالي عشر دقائق يعني طيبو شوية من تحت ومبعدا نشعلو لهم الفرن ديالنا من فوق باش هادك الجبن ياخد هاد التحمير اللي راهي هنا امامكم واللي راهي تشهي وذوك هاكدا الاطباق تاعي كامل راهي واجده امام بقى لي فقط الاغولي هادك لي من الاحسن يعني ما نقسمو شو هو سخن باش نقدروا نقسموه بكل سهولة وفي نفس الوقت باش يبقى محافظ على الشكل ديالو دونك خليتو تاني هو الاخر هاوليك هنا كيما كتوفو خياتي شفو كيفاش يجي جا ما شاء الله كيما قوتكم انا مادرتش في الجبن استغنت على الجبن لانو عندنا اجبان في المملاحة وهذا هو دكاء الشكل النهائي تاع الطاولة تاعنا تاع نهار اليوم اللي اقترحتها عليكم لليوم الخامس من رمضان الفين وثلاثة وعشر عدنا الشربات اللي شركتها معاكم من قبل دايما راهي حضرة فوق الطاولة باردة منعيشة باللوقو تاع ما ظهر راني من استغناش عليها المملاحة تاعنا اللي عملناها اليوم هادية اللي اقترحتها عليكم باش نغيرو شوية من البوراكو كامل يعني راح يجو بزاف بناني يجو ما شاء الله وحتى التحميرات تحوم تاني تشهي ما شاء الله ويجو بزاف بنان بهاديك لافاخس اللي اعطيتها لكم طبعا تقدروا تغيرو في لافاخس كي ما تحبو رولي الدجاج واللحم المفروم تاني هاوليك هنا قدمتو هاكدا بهاد الطريقة هاداك الرولي حطيتو كامل عالاطراف وفي الوسط حطيت هاديك لاسوس دياننا لي بالزيتون وزرودية تاني خلج طبق بزاف بنين بخيزون طب خاصة اذا كان عندكم عرضة ولا ضيوف ولا يعني اكورا يحين تحمرو وجهكم به هو طاجين يعني شباح الصفرة ولا طاجين اللي حلو دائما رهم متواجد فوق الطاولة وكي ما قدكم بالنسبة للشربة اليومة درت شربة فريك تاني هايليك هنايا دوك ما بقى لي برك نقسم معاكم المملحات تاني باش شوفوا كيفاش تجي هايليك يعني والله غير بزاف بنينة مع شربة كي ما قدكم باش نبدلو شوية من القليان ومن البورا كوقا ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات اللي شاركتهم معاكم خياتي ربي دوم اللمة والنعمة علينا وعليكم وربي تقبل الصيام والقيام وصالحة الاعمال فالا خياتي دونك كانت هادية الطاولة اللي اقترحتها عليكم ان شاء الله تكون نالت اعجبكم ما تنسونيش بجام خياتي شجعوني بتعليق وقولكم طالوا في صحتكم طالوا في روحتكم وقولكم احبكم في الله في امان الله موسيقى